اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويروجون لهذه الصورة انها للعبد الفقير لله سبحانه وتعالى وانا اسف جدا 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 لهذا الاخ الذي اقحم في هذا الموضوع واعتذر له وان شاء الله سأحاول التواصل معه حتى اقدم له اعتذاري بشكل رسمي هل هذه هي صورتي يا اخواني الكرام هل هذه الصورة الموجودة الان امامكم هي صورتي التي ينشرونها في كل مكان لماذا يخصص المسعري وهو يقول انه امين حزب التجديد الاسلامي ويخصص هذه الحسابات فقط لمطاردة حسابي على تويتر وكتابة بعض التعليقات السخيفة وهذه حسابات كلها حسابات يعني هما يهاجمون اهل سعود انهم اصحاب ذباب الكتروني وهم عندهم ذباب الكتروني عندهم ذباب الكتروني ينشر نفس الكلام هذه صورتي وهكذا فهذا الذي يحصل هو عبارة عن فجور في الخصومة هذا اندل يدل على ان هؤلاء القوم فجار بعد ان كشفنا في اكثر من حلقة تطاول المسعري على الانبياء عليهم السلام والطعن في الانبياء ويقول ان النبي قد يزني ويجلد ويقول ان النبي قد يبتلى بعض الاقوام بالانبياء نبي مهوش قدوة حسنة وطبعا الفيديو موجود وهسيب لكم رابط هذه السلسلة في اول تعليق وبينا وطلبنا من المسعري ان يعتذر عن قوله ان عمر بن الخطاب يأخذ الضرائب على فروج البغاية وطلبنا منهم دليل على هذا الكلام فارسلوا لنا هذه الحسابات اللي هي عبارة عن ذباب وهذه فقط باقة صغيرة جدا يقودها هذا المدعو يوسف مروان وحساب التجديد الاسلامي او التجديف الاسلامي هل من الرجولة ان تأخذوا صورة شخص اخر وتضعونها على رأس حمار بدعوة انكم تخالفون العبد الفقير لله سبحانه وتعالى عجزتم عن الرد وقلنا لكم في موضوع هند بن تعدبة سلمنا جدلا ان هند بن تعدبة اكلت كابت حمزة هي اسلمت والاسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا تحاولون اللف والدوران لماذا لم تردوا على قول المسعري ان عمر بن الخطاب يأخذ الضرائب من فروج البغاية لماذا الى الان المسعري لم يثبت هذه القصة لماذا لا تعاقبون المسعري على التقول على الانبياء والقول بان الانبياء قد يزنوا وقد يجلدوا وان الانبياء ليسوا قدوة حسنة وليسوا اسوى حسنة لماذا والله انا لا ادري يعني اذا كان الانبياء يقعون في هذه الاخطاء فمن باب اولى المسعري الذي تقدسونه يقع في هذه الاخطاء وانتم لا تجدون خطأ واحدا المسعري اخواني الكرام هذه الصورة ليست لي واسف جدا ساعرض لكم صاحب الصورة هذا هو الاخ الكريم اسمعوا صوت هذا الاخ وانتم ستعرفون اذا كنت انا ام لا اسمعوا السلام عليكم ورحمة الله طيب الله ووقاتكم بكل خير ضيفنا لهذه الحلقة رجل هذا هو الاخ صاحب الصورة اخواني الكرام الذين ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي كأنها لي وانا اتشرف اني اكون صاحب هذه الصورة واسف جدا لصاحب هذا الوجه الجميل هذا الاخ الكريم ولكن هل هذا هو الاسلام الذي تريدنا هو يا حزب المسعري هل هذا المسعري عنده ادنى نوع من شرف الخصومة انهم يأخذه صورة شخصي من الانترنت عادي جدا كده يعني انا الان عندي خصومة مع شخص اخر ادور على اي صورة واحد ملتحي واضع هذه الصورة على الحمار واضع هذه الصورة واقول انه شوفوا الشتائم المكتوبة يعني هذا الكلام انا لا استطيع ان انطق بهذا الكلام الواحد يعف عن نطق هذه الكلمات والطعن في الاعراض والقذف هذه الكلام فيه قذف فيه طعن بالاعراض يحتاج الى شهود ويحتاج الى امور كثيرة جدا تخيلوا هؤلاء فقط لاني ادافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقول لهؤلاء هتلنا دليل واحد ان عمر بن الخطاب كان يسمح بالدعارة في عصره وفي حكمه اتحداه من يأت لي بدليل واحد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسمح بالدعارة في حكمه هذا ليس صعبا وهذا قاله المسعري واللي عاوز يشوف فعلا قصة المسعري ههضع لكم ان شاء الله سلسلة فيديوهات تكشف لكم حقيقة هذا الرجل اللي بيدعي انه معارض لالسعود وهو يخدم الالسعود بالمناسبة وانا لا اشك ان هذا الشخص سواء قصد ام لم يقصد هو يخدم الالسعود لما يطلع على قنوات ايرانية يطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتحدث بهذه الصورة وهؤلاء الفجار هذا الكلام ما فعله معي حتى ذباب السعود هذا قبة الفجور قمة قمة الفجور يعني قوم لا خلاق لهم وعملين حسابات لمتابعتي الله اكبر كل هذه الحسابات فقط للتشغيب على حسابي الحمد لله رب العالمين والله ان هذا من دواعي الفخر والله ان هذا من دواعي الفخر ان هؤلاء يخصصون هذه اللجان حزب وطبعا حزب ايه ده حزب اللي بيدعو للإسلام هذا التجديد الإسلامي طبعا التجديد الإسلامي على طريقة العلمانيين والليبراليين لا علاقة لهم بالإسلام إذا كانوا يريدون إباحة الدعارة والخمور ويطعنون في الأنبياء ويطعنون في الصحابة عاوزين ايه الدين اللي انتو عاوزينه يعني فهذا يا أخواني الكرام فقط توضيح وأنا آسف أني اضطررت أن أطلع أتكلم في هذا الموضوع وأنفي عن نفسي وأنا طبعا أتشرف بهذا الأخ ولو كانت صورتي لقلت أنها صورتي ولكن هي صورة هذا الأخ الكريم وهو أحد الإخوة من بلاد المغرب الإسلامي لا أدري هل هو من ميروتانيا ولا من المغرب لأن اسمه سيدي تقي 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 الله الشريف أو عاق زي كده فهذا الاسم تقريبا من دول المغرب الإسلامي فأنا اعتذر له رسميا وإذا وصل له هذا الفيديو أقول له أتمنى أتواصل معك وأعتذر لك أن هؤلاء أقحموا هذه الصورة وأي فجور هذا الذي يجعل من شخص بريء ليس له علاقة بأي شيء تأخذ الصورة وتوضع على الحمير ويتهم أنه خنثى وأنه كذا وأنه كذا وإن لله وإن لئه رجعون أتمنى يكون الناس اكتشفوا حقيقة هؤلاء أنهم كذبة كذبة يكذبون ويفجرون ويستحلون الكذب استحلال للكذب أي شخص يجيب صورته كذا ويفتر عليه فقط لتشويه صورة الخصوم ما عندهم شرف الخصومة ما عندهم أدنى شيء من شرف الخصومة وهذا بس الفيديو للتوثيق وحتى أنفي عن نفسي أن هذه صورتي وإلا أن أتشرف بهذا الأخ وحسبنا الله ونعم الوكيل أتمنى ترجعوا إلى السلسلة الموجودة في أول تعليق حتى تعرفوا حقيقة هذا الرجل وكيف أنه يفتري على الله سبحانه وتعالى وعلى الأنبياء وعلى الصحابة رضي الله عنهم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته